وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن السحل الشمالي خاصة الإسكندرية وذلك وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية السحلية وصون الاستثمارات بها جاء ذلك خلال اجتماعه مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمجرف على التصنيع العسكري واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية وعدد من المسؤولين وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الأسكندرية والسحل الشمالية كما تم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل والمستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص وذلك في إطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتدادا من منطقة أبو قير وحتى عمق السحل الشمالي الغربية بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها خاصة الطبيعية والمتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط